أكد جنرال أمريكي أن طائرات روسية ضيقت طائرات مسيرة أمريكية أثاء مشاركتها في عمليات ضد تنظيم الداعش في سوريا للمرة الثانية خلال 24 ساعة وأوضح أن طائرات روسية أطلقت قنابل مضيئة أمام المسيرة الأمريكية وحلقت بالقرب منها بشكل خطير ما عرض سلامة جميع الطائرات المعنية للخطر في المقابل ردت وزارة الدفاع الروسية على الاتهامات الأمريكية بأن مسيرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن انتهكت خمس مرات المجالة الجوية لمنطقة تدريبات سورية روسية مشتركة هذا وأكدت روسيا أنها غير مسؤولة عن سلامة الرحلات الجوية غير المنصقة للمسيرات معربة عن قلقها إزاء تلك الانتهكات على حد تعبيرها